في الليلة الفاصلة بين 31 من أغسطس والأول من سبتمبر هاجمت الطائرات بدون طيار 16 منطقة في روسيا بما في ذلك بمقاطعة موسكو وكتب المحللون في معهد دراسات الحرب الأمريكي أن هذا الهجوم هو أكبر هجوم بالطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية وكان من بين الأهداف مصفى لتكرير النفط في موسكو ومحطتا توليد الكهرباء كاشيرسكا وكوناكوفسكا وقد اندلع حريك في شبكة توزيع الغاز في كوناكوو على طول الخط الناقل للغاز بين موسكو وكوناكوو وكذلك في منشآت استراتيجية أخرى وفقا لما نشره موقع باجني استوري قام موقع باجني استوري بتحليل خريطة وكالة ناسا للحرائق في الليل سجلت الأقمار الصناعية حالات شذوذ في درجات الحرارة في مصنع نوفوليبيتسك للمهادن ووحدة عسكرية تابعة للفرقة المائة والسادسة المحمولة جوا في طولة وثلاثة مصانع أسمنت في مقاطعتي كالوغا وموسكو لا تزال مستوضاة النفط تحتارك في روسيا وهي تحتارك لفترة طويلة على سبيل المثال تم الإبلاغ عن تصفية حريك مفتوح في مستوضاة النفط في بروليتارسك بمقاطعة روستوف بعد أكثر من أسبوعين من الهجوم بالطائرات بدون طيار كتب موقف إنسايدر أن 47 شخصا أصيبوا أثناء إدفاع الحريك في المنشأة ويقول الخبراء أن مثل هذه الحرائق مؤلمة للغاية بالنسبة لإقتصاد الدولة الموتادية وفي مايو الماضي أفاد المنتقون أن ما لا يقل عن 14% من طاقة تكرير النفط في روسيا متوقفة عن العمل وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار في السوق المحلية وإنخفاض الصادرات هذا هو 100% من العمل غير المربح مع التكاليف الإضافية للآلة الأسكرية التي تأخذ الآن البنزين والديزل من المزارعين واللوجيستيين وستشهر روسيا بذلك بسرعة كبيرة من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم بسبب هذا النوع من ضريبة اللوجيستيات والأهم هو أننا سنرى ذلك عندما سنشهد أنه بدلا من الشحانات الإضافية سيتم نقل الغبوات والصحاريج المحملة بالوقود إلى جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم لا يمكن للدولة الموتادية توقع الحد من الهجمات حيث تخطط كييف لزيادة إنتاج الطائرات بدون طيار وقالت وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية إنه في العام الجاري قد يصل إنتاج الطائرات بدون طيار في أوكرانيا إلى مليوني طائرة وتشارك حوالي 200 شركة أوكرانية في هذا القطاع إذا نظرنا إلى إخصائيات شهر أبريل الماضي نجد أن عدد الهجمات قد ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف وزاد هادد الطائرات بدون طيار أيضاً بمهدل ثلاثة أضعاف إذا قررنا بين هذه الفترة والفترة نفسها من العام الماضي والضربات التي تم تنفيذها والقدرات فقد زادت قدرات أوكرانيا من خيث الدربات من 7 إلى 10 أضعاف تعمل أوكرانيا أيضاً على إنتاج أسلحتها بعيدة المدى نحن نتحدث عن صاروخ أوكراني من طراز بلانيتسا نيكي تاسكوبلكوف لقناة يوهي تيفي ربية ترجمة نانسي قنقر